مرحبا بكم في قناة تحفة يوب مرسالة الى رئيسها بايدن حيث ان لويزا حنون كانت في الاساس اجتماعها مع السفيرة الامريكية اليزابيت موروبين مخصص وتحديدا حول الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستجري في نهاية سنة الجارية لكن لويزا حنون وفور بدء اجتماعها حولت غالبية مدة اللقاء الى الدفاع عن القضية والقطاع وانتقدت حتى الموقف الامريكي وعرضت الموقف الاصح واللازم اتخاذه للخروج بحال النهائي ودائم مشددة على ضرورة ترك سمطول الذي قد يجور العالم لكارتة كبرى وافدت لويزا حنون استغربها من موقف امريكا وفجأت السفيرة بتوجيه لها انتقادات كما استغربت الحنون امام السفيرة الامريكية كيف لامريكا ان تحاول تغطية الشمس بالغربال فدل وضع حسبها كل شيء وما يحدث تحت مرأة العالم كما شرحت للسفيرة التي بدت محرجة جدا من تحول ملف الاجتماع ان حقيقة ما يحدث وكيف يتعرض القطاع بكل الادلة لفضاها لا يمكن تخيلها واستغربت امامها كيف لأي انسان ان قبل ما يحدث هناك حاليا ثم زادت لويزا حنون من حدة انتقادها امام السفيرة الامريكية مرابعين بالقول لها ان الحكومة الامريكية ورئيس كيف غيران يتحملون المسئولية الكبيرة لكل افعال التي سنفد في القطاع بالنظر حسب لويزا حنون ان امريكا هي دعم الاول ومن مددات عمر الاسماء باستعمالها للفيتو وافشال كل محاولات الايقاف بجانب دعمها لاستمرار الاحداث وعدم وقفها كما قالت لها انه يتوجب على رئيسها بيتا تحرك لايقاف كل الاحداث وإلى فالتاريخ حكم وصيحكم عليه بالمزيد على كل مقام به هو الاخر السفيرة ظلت مجمدة ومدهولة ومحرجة من الموقف والتصريحة وتحول الحوار فجأة بشكل لم تتوقعه من لويزا حنون والاكيد انها سترفع تقريرا عن محالة لها وكل ما سمعته وانتقادات لويزا حنون بجانب ايضا رسالة الاحزاب الجزائرية الذين وجهوا لها مجددا اسهل لا تقيله ورسالة لإيصالها لبيدن وانتقادات طلبوا فيها من ادارة بايدن تغيير الموقف ودرورة وجب وقف كل احداث فورا مع ترك دعم سمراضها حتى لزجن بالعالم من اي مآلات اخرى الجزائر ولأول مرة تأخذ قرار قطيع منتظر مع الامارات من تخفي الدبلوماسي وسحب حتى لسفير ورفض لقاء بن زايد فماذا حدث بالتفصيل والحكومة الجزائرية وردع جديد لحكومة الامارات بداية لا تزال تعيش الجزائر والامارات ازمة دبلوماسية خاصة وصفة بداية لا تزال تعيش الجزائر والامارات ازمة دبلوماسية خاصة وصفة بالسامتة خاصة مع تورط الامارات حسب الجزائر في مخاطط اعلامي ودبلوماسي بتمويل ضخم لدرب مصالح الجزائر بشت الطرق بخطط معاعدة انظمة خاصة مع تخصيصها لكل اجندتها لهذا الامر ويرى نظام بن زايد في الجزائر عقبة امام طموحته في افريقيا وعلى كل مخارطته ايضا عربيا تحديدا وان الامارات حاولت حسبه معرقالة والتشويش على عمل الرئيس وحكومة الوزير الاول عرباوي وبدوره العرباوي وعطاف تصدية وبقول كل محاولات وقد كشفت صحيفة عربي بوست عن مصادر دبلوماسية وصفتها بالمطلعة ان البلدين خفض تمديل دبلوماسي بينهما في الفترة الاخيرة كما يبدو ان الازمة تجاوزت اسطور تقارير صحفية وتسير نحو تطور لاجراءات رسمية تنظر بقضيعة محتملة مع هذا الخفض الدبلوماسي وصفر الغضب الجزائر الكبير في سياسات بن زايد مراقب ودد صحف اكدوا ان الجزائر قد تكون السباق قريبا لسحب سفيرها من الامارات وتصعيد لاقصى درجة بما ان الامارات حسبهم استنفذت كل الفرص ولم تأخذ العفرة ولم تتراجع حسبها لدى الجزائر نهيك عن كول الجزائر لم تعد حسب ذات صحف تعير للامارات ولا الاستثمارات معها اي اهتمام لانه لا شيء يسبق المصلحة الوطنية واي اراء معادية يتم الرد بقوة وردع عليها خاصة وان الامارات حسبوا صحف مسؤولين جزائريين وزنين تقوم بمحاولة قلب دول عدة على الجزائر ليشعر الوضع معها ويشويش على الرئيس ونقلت صحيفة عن مصدر دبلوماسي وازين قوله ان العلاقة ستونائية مرشحة للتصعيد لتصل الى حد القطيع التامة بسبب ما تعتبره الجزائر تطاولا وعملا لدها مصلحتها في مختلف المجالات وعيدة مناطق وذكر المصدر ذاته ان الازمة بين الدولة الافريقية ونلرتها الخليجية راحت الى حد توقف استثمارات ثمينة للبلدين واكدت ذات المصادر ان الجزائر اوقفت استثمارات اماراتية ضخمة ابرزها فض الشراكة مع موانئ دبي العالمية والشراكة العسكرية الى جانب فض الشراكة في مصانع التباو والتي لها اهمية كبيرة لدى الاماراتيين وقدرت الاستثمارات الاماراتية بمليارات دولارات في عهد الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة في ذل العلاقة التي كانت مميزة بين قدس البلدين انهذاك كما تتباين مصالح البلدين فيما يتعلق بملف الساحل حاليا الذي تعتبره الجزائر استراتيجيا لها وتعمل الامارات على تقويد الدور الجزائري وتمويل سياسات معادية لمصالح الجزائر بما ان الجزائر لدى ايمس لسيادة دول افريقية ولدى العبد واشعار المنطقة من اي طرف كان كما تفعل الامارات حاليا حسب الصحيفة كما تأخذ الجزائر على عاتقها منع اشعار المنطقة اوجر دول جوار نحو سيناريوات قامت بها اطراف اجنبية مثلا سابقا كما فعلوا في ليبيا ودول افريقية اخرى هرمطان العمامرا يفجئ الجميع من الجامعة العربية ويخلط حسابات الامارات وقرار الوزار الاول عربوي يغضب بنزايل ورد غريب جدا بداية الوزار الخارجية السابق هرمطان العمامرا يصنع الحدد بتحركته الجديدة والتي اربكت الامارات وفق مراقبين بتزمن ايضا مع تحرك رفع المستوى من الوزار الاول ندر العربوي الذي قام باجرات غير متوقعة واربكت بنزايد فالعمامرا يقول خبراء انه عزل وانهى بشكل مبداي الدور الاماراتي في السودان والان قفز للجامعة العربية لقطع الطريق على كل تشويشات التي قالوا انه من الواضح من وراءها هي المغرب والامارات لان الاخير يصير بخطة بتليحة للنهائي في السودان بعد ان طرح الامارات ودورها هناك فاردا اياها بحكم النفوذ والقوى التي معه في مهمته الامامية بتفويل مباشر من الطونيو كوتيريش الامير العام للامم المتحدة مع ايضا دعم الجزائر المطلق له حتى من حكمة الوزار الاول ندر العربوي وقد هاجى الاعلام تابع للامارات والمغرب بعد ان استقبل الامير العام لجميع الدول العربية احمد ابو الخيط رمطان العمامر مبعوت في اول لقاء بعد منصبه في الامم المتحدة وفتح مباشرة القضية السودانية وسبو التوصل لحل وكسر كل محاولات اضالة الازمة هناك وعارض العمامر مبادرته التي اعجبته ولقى تأييدا كبيرا ومطلقا ووصف تحركته بالحكيمة وانه يسير بخطة بثا لتوصل الى حل ينهي الدوامة الكبيرة التي يعيشها شعب السودان الشقيق مؤكدا انه يعمل على انقاذ سودان من كل السوناريوخات التي تهدد مصير بلدهم والتي وراءها انظمة عدة تحاول اشعال الوضع اكتر وقال مراقبون ان العمامر بات شوكة في حلق كل من حاولوا تخييف السودان مؤكدا انه يعمل على انقاذ سودان من كل السوناريوخات التي تهدد مصير بلدهم والتي وراءها انظمة عدة تحاول اشعال الوضع اكتر وقال مراقبون ان العمامر بات شوكة في حلق كل من حاولوا تحتم السودان ويعمل على عزل كل تلك الاطراف وينفرد بهم ويجرهم نحو حل النهائي دائم كما ان تحركته جاءت وتحركت الوزر الاول الدير العرباوي الذي يعمل على توجيه ردود ردعية للامارات يقول مراقبون انها جاءت بتزامن مع اخراج رئيس بون للازمة الى العلن عبر مجلس الامن الاعلى وان الحكم الجزائرية ستقص جنحي الامارات في الجزائر وتعاقبها اشتركوا في القناة